صباح الخير سكاي نيوز عربية ولكل المشاهدين اللي عم يتابعونا ضيفي اليوم في الاستوديو استاذ إبراهيم الحساوي الفنان المسرحي أنا بحب أدمك أول شي والممثل السعودي صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا أنا أول شي سعيدة لأنه أنا قاعدة مع شخص مسرحي محترف بدأ حياته في المسرح ومن ثم انتقل إلى عالم التليفزيون في رصيدك حوالي أنا اللي بعرفه كانت فيلم سينمائي واحد ولكن هلأ أعرفت أنه في أكثر من فيلم سينمائي رح نبدأ اليوم الحديث في التجربة إذا بدنا نقول المسرحية السعودية حتى اليوم في السعودية ليس هناك حراك فني كما يجب أن يكون ويليق بالمجهود الذي يبذله الفنانون السعوديون حتى اليوم هناك دائما حراك شخصي مجهود شخصي بحس أنه أنتوا دائما بتجربوا وتلاقوا أي مكان بتقدروا تتنفسوا منه نفس فني هناك مهرجانات تقام في السعودية ولكنها تكون دائما محدودة ومؤطرة شو ممكن يعمل اليوم الفنان إبراهيم الحساوي حتى يخلص من هذه الأطر ويقدر يقدم فنه بشكل حر كما يجب أن يقدم زي ما تفضلت أنت أنه الفنان السعودي صار يجد النوافذ اللي ممكن ينطلق منها بالنسبة للمسرح عندنا فيه نشاط مسرحي أكثر مما هو حركة مسرحية فيه أنشطة عديدة وكون صريحا وجادا في هذا الموضوع يبقى المسرح ناقص ما لم يكن هناك أكثر من قاعة مسرحية ما لم أيضا تكون المرأة إلى جانب الرجل في العمل الفني سواء في المسرح أو في السنمة أو في التلفزيون يمكن المرأة في السنمة حاضرة بقوة في التلفزيون حاضرة ولكن المسرح يمكن لخصوصية المجتمع عندنا في اعتقاده يبقى المسرح لا زال ناقص دائما هذا الموضوع هو عبارة عن جدل أو عبارة عن حوار لا يخرج عن هذا الإطار شال مفروض اليوم تعملوك فنانين لحتى تخرجوا من هذه الأطار نحن لا نتوقف نظل نعمل ونعمل ونعمل عن المحاولة أكثر من محاولة نظل نعمل يعني لا نتوقف صحيح ما عندنا سنمة لكن مو معناته أنه لا نعمل لا نصنع أفلام أنا ما أنا مع المتذمرين أبدا يعني رقم النقص ولكن فيه اجتهادات جميلة جدا وجبارة وأثبتت وجودها في جميع من المحافل الفنية سواء عربيا أو حتى دوليا معظم المهرجانات الخليجية أكبر نسبة أفلام موجودة هي للسعوديين ربما وأيضا العراق يعني إذا بنقول تتساوى النسب هؤلاء الشباب منافذهم سينمائية فقط ولكن ليست تلفزيونية لما عمجوا على عالم التلفزيون عم يحسوا أنه هناك بعد آخر ثالث ناقص ما عم يقدروا يترابطوا فيه مع الجيل القديم والجيل الجديد أو ربما التقنيات الحديثة وما يفعله الجيل الأسبق شو بتحس اليوم هي هذه الفجوة الناقصة ما بين الجيلين بالنسبة للجيل الجديد الآن اللي يجرب في السينما ويعمل في السينما أنت زي ما تفضلت فيه كم كبير من الأعمال السعودية في المهرجانات الخليجية تحديدا ينقصهم يمكن أكثر أنهم يرتقون بالثقافة السينمائية أنه أوكي هي الأدوات وحدة في السينما التلفزيون في السينما بس الثقافة السينمائية التكنيك السينما يختلف عنه في التلفزيون يمكن الأدوات وحدة للممثل الكاميرا وحدة المخرج واحد بس هناك في لغة مختلفة شوي في السينما لا أعمم في بعض الأسماء السعودية عندها لغة سينمائية جدا رائعة حاضرة إبراهيم حتى إذا نحكي على صعيد الدراما الدراما السعودية حتى اليوم تدور في هذا الأفق الواحد دائما شيء بيشبه هوا مير الصحراء شيء بيشبه الحياة الألبذخ والحديث عن الأمراء دائما الدراما السعودية بحسة أبعد عن الواقع إلا باستثناء عملين أو 313 والذي كانت دائما تشارك فيهم هنالذي كانوا دائما أقرب إلى الواقع والذي كان فيها يمكن حيوية أكثر من المسلسلات الأخرى هل هناك أزمة نص اليوم في السعودية نعم في أزمة نص لأنه عندما يطلع كاتب شركات الإنتاج أو المخرجين المنتجين تحديدا يعني من صدق يطلع كاتب وكاتب جيد في ظل مستهلك صحيح خصوصا أن الكتابة للتلفزيون استهلاكية 30 حلقة وصاروا الآن ينتجوا بال60 بال90 حلقة في مسلسلات سعودية ترى جميلة تختلف عن السائد أو عن هذا المطروح التجاري أنا أسميه أو مسلسلات المقاولات التي تملأ فراق فقط في رمضان تعرض ثم مسلسلات لحظية ثم تنتهي بانتهاء بانتهاء عرضها لكن في أعمال لا زالت راسخة في الوجدان في ذاكرة المشاهد ذكرنا على سبيل المثال طاش مطاش طبعا طاش مطاش نجح لأنه جاء نتيجة تراكم حوالي تقريبا 16 سنة هذا المسلسل يعني وصل إلى مرحلة النضج واقترب من هموم المجتمع من هموم الناس ولم يكن صعودي محلي يعني نحنا كان يلامسنا تفاصيل كتير بتشبهنا بأي مكان آخر في العالم العربي بالضبط بالضبط في أعمال هناك أيضا نجحت لكن للأسف الشديد الأعمال يعني طاش مطاش أيضا خدموا إعادة العرض خدموا خدموا إلى الآن الـ MBC رغم أنه توقف له سنتين أو ثلاث إلى الآن تعرض بعض الحلقات المميزة في مسلسلات جميلة جدا سعودية وقت عرضها ثارت جدل وأيضا نجحت مثل مجدي في الأمل أنا كنت أحد المشاركين فيه وأحقق الجائزة الأولى في مهرجان الخليج التلفزيوني المسلسلات الآن اللي تعمل زي ما تفضلت أنت متشابهة متكررة فقط للتواجد أنا تعرض علي أعمال منها النوع أعتذر عنها طالما ما في شيء جديد ما في شيء يعني يقترب على الأقل من الهم الإنساني ما هو المحرك لديك لقبول أي شخصية الشخصية اللي فيها جديد الشخصية اللي أحس أنها ما تشبهني ما أحب الشخصيات اللي تشبهني الشخصية اللي أيضا تثير جدل والصعبة أحب الصعب يعني لماذا يقدم دائما الرجل الخليجي على أنه هو الشخص القاسي مع المرأة على أنه هو دائما الشخص الصارم اللي هو الشخص المئزي دائما في حالة شر عند الرجل الخليجي يعني لما منلتقي بالناس هنا. نحن عايشين في مجتمع خليجي في الإمارات. وهي تضم أكبر عدد ربما من الجنسيات الخليجية أو العربية وحتى غيرها من العالمية. لا أجد هذا الكم الكبير من الشر. رغم أن الكتاب معظمهم يعني رجال. لا فيها عمال. فيها عمال فيها جانب عاطفي وجانب رومانسي. بس هيك. تشعر الصبغة العامة. يمكن اشتهرت بعض الأعمال من هالنوع أو أنت شاهدت يمكن هذه النوعية شاهدت أكثر. لا فيها هناك أعمال. يعني أنا قدمت على سبيل المثال عطر الجنة. عطر الجنة أنا أصلا بحثه شوي بعيد عن الأعمال ما بحثه أصلا بيدخل ضمن هذه الصبغة العامة اللي نحن نحن نحكي عنه. قدمت بسلسل اسمه شوية أمل شخصية صعبة جدا وجديدة حتى في الدراما الخليجية وقتها. الشخص اللي فاقد عين وحده ويحب زوجته على سبيل المثال أيضا على موتها أو غني. كان خليجي عربي. صح. كان معنا مجموعة من الفنانين من در رياحنا. مصبوط. هي من در رياحنا وريم وبشناق من الأردن. يعني في أعمال مختلفة. بس هذه الأعمال المختلفة عرضت مرة مرتين. بعض الأعمال حتى ترسخ وحتى تنتشر تحتاج إلى إعادة تعرض. خصوصا أنها. يعني الفيلم ليش يرسخ؟ الفيلم يعرض لما يعرض في أبوظبي. بعدين ينتقل إلى بلدة أخرى مثل البحرين أو حتى عالميا. فينتشر ويرسخ في ذاكرة المشاهد. نتاج السينما اليوم كيف تنظر إليه؟ مسجل الجديد بشكل عام. هل ترى أن هناك اتجاهات جديدة للسينما على سعيد الفكرة؟ يعني بما معنى أنه نحن من زمان كان في عنا قيم وتابو معين يمكن. اليوم كلها نتخلص مننا كجيل جديد فيما يقدم على سعيد السينما. والله الجيل الجديد أنا متفائل فيه. وجالس يطرح تجارب مختلفة وجميلة جدا. جيل الواحد فرح فيه. يعني جيل ما عاد ينتظر أنه حد يدعمه حتى يعمل. يعني فصار هو يعمل سواء. الجيل أيضا بنوعية. الرجل والمرأة. ففي تجارب أو تجارب شبابية حلوة أنا سعيد فيها. الجيل الجديد الآن تلقينا يعني اليوتيوب. في تجارب مختلفة جدا عما نشوفها في التلفزيون. ويمكن عنكم بسعودية النسبة الأكبر. أكبر شعب مستخدم لهذه البرامج. بالضبط. بحكم أنه لا. ما فيه عروض. ما فيه صلاة سينمائية. ففيه أنا أشوف تجارب أندهش فيها. فيها قيمة فنية. وفيها محتوى فني. شباب حتى أدواتهم بسيطة. ولكن تجاربهم جدا عميقة وجميلة. هل تحس أن هذه التجارب ممكن أنه مثلا بيوم من الأيام أنه تظهر على شاشات التلفزيونات بنفس مقدار الجرأة الذي تطرح فيه على اليوتيوب؟ لأنه فيه الآن مجموعة منهم على سبيل المثال فيه الآن في نجوم يوتيوب. تماماً. لما نجحوا في اليوتيوب بعض المحطات الفضائية صارت تستقطبهم لنجاحهم ولي تجاربهم الجميلة والمختلفة. هل تحس أن الدراما السعودية اليوم بحاجة لتطعيم من هذا النوع من الأشياء الذي نراه على اليوتيوب؟ طبعاً. لأنه هذول أيضاً لهم همومهم. لهم أفكارهم. لهم تطلعاتهم. طبعاً. هم في اليوتيوب التجارب اللي يطرحون بأدواتهم البسيطة المتواضعة. لكن لما تجي جهة قناة فضائية محطة فضائية أو جهة تدعمهم أكيد سنرى نتاج أعمق وأفضل مما قدم. النتاجهم جميل بس سيكون أجمل. سيكون لأن بعض التجارب تلاقينا هو المخرج هو المصور هو الكاتب. وفيه تجارب حلوة. طبعاً. لما تجي جهة توفر له الأمكانيات سيبدأ أكثر. ما تستفيد من تجارب الجيل الجديد؟ يعني لما تشوف هذا ما تشعر أنه أنت بينقصك أو بينقصك كجيل آخر لتضيفه لألكون. أنا أشوفهم جدين في تجاربهم. يعني يمكن نحن في وقتنا كانت الأشياء متواضعة جداً جداً ونواقص كثيرة. الآن حتى التقنية حلت إشكال كثير من النقص ومن العوائق. أحب تجاربهم ويعني ما هو من باب المدح للنفس داعم لهم أول بأول لأن أرى فيهم الجدية. جدية في الطرح جدية في مواضيعهم. وكانت لي تجارب كثيرة معهم. قدمت شيء مع هذا الجيل هيك عبر مسلسلات يوتيوب؟ مسلسلات لا. لكن مثلاً أفلام قصيرة على سبيل المثال كان المخرج عبدالله العياف وقت اللي عملت فيلم عايش معه كانت تجارب قليلة جداً وما أعرفه شخصياً. شفت له تجارب شفت له تجربتين فلما أعرض علي فيلم عايش بدون تردد. مش لأنه أحاب بس أشارك المجرد المشاركة. لا. لكن شفت الجدية شفت أيضاً أنه فيه اهتمام عندهم في أنهم ينجحون. بدي إليك كل التوفيق لألك إبراهيم. شكراً لوجودك معنا بسكاي نيوز عربية ونطلع لنشوف تجارب جديدة. وإن شاء الله بيوم من الأيام نكون بمهرجان سينمائي سعودي ونكون نحن موجودين هناك لطغطية هذا الحدث. إن شاء الله وهذا مو بعيد إن شاء الله قريباً. إن شاء الله شكراً.